اشتركوا في القناة اول كلمة معنا كلمة experiment معناها تجربة في المعمل تجربة في المعمل مهمة اوي add معناها يضيف يعني بنزود السكر على الشاي مثلا salt معناها ملح stir معناها يقلب بنقلب مثلا الشاي disappear معناها يختفي sunshine معناها دوق الشمس pour معناها يصب او يسكب اللي هو بتصب بتصب مثلا الشاي sun cream معناها كريم الشمس خلي بالك بس من حاجة ان sunshine دي كلمة واحدة على بعضها زي ما انت شايف كده في شايفه واصل اما sun cream لا دي كلمة ودي كلمة fill معناها يملأ sun hat معناها كوباية الشمس يعني الطقية بتاعة الشمس freezer طبعا ده ال freezer كلنا عارفينه sunglasses كلمة واحدة على بعضها معناها نضارة شمس plastic cup معناها فنجان بلاستيك او كوباية بلاستيك net معناها شبكة as zone as معناها بمجرد يعني في اللحظة اللي حصل كذا حصل كذا برضو explain معناها يشرح racket معناها مضرب ده بتاع التنس safety معناها امان spoon معناها معلقة notes معناها طبعا ملاحظات source مصدر as هي هي because اللي اتنين بمعنى لأن life معناها حياة smoke معناها دخان ومعناها يدخن اللي اتنين verbo noun follow معناها يتبع hot country معناها دولة حرة يعني دولة الجو فيها حر زي مثلا دول افريقيا مثلا lead معناها غطى زجاجة او غطى حلة او غطى طاصة او غطى اي حاجة check معناها يتحقق او يفحص او يراجع يعني مثلا انا اديتك او واجب فانت عملت الواجب ده فانا بعمله check يعني برجعه وبشوفه صحة ولا غلط almost معناها تقريبا press معناها يضغط مثلا press enter بيقول لك دوس مثلا enter او press مثلا one دوس رقم واحد وهكذا contain معناها يحتوي على tourist معناها سائح skin gild sea water معناها مية البحر noon معناها فترة الظهر اللي هي فترة 19 confirm معناها يؤكد thirsty معناها action دي كده الكلمات بتاعتنا في الدرس التالي والرفا عندنا افعال غير منتظمة اول فعل عندنا put 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 التلات اشكال بتو زي بعض طيب اللي خوفنا من الافعال اللي هي زي دي زي مثلا cut 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 برضو نفس الفكرة اللي خوفنا منها ان انت ما تعرفش تفرق ما بين المدارة مثلا وما بين الماضي فتفرق ما بينهم ازاي بقى تفرق ما بينهم ان هو لو حب ان هو يضحك عليك في الحتة دي هيجيب لك الفعل مفرد هيجيب لك مثلا الفعل he فلو لقينا he put put يو تي اعرف ان ده ماضي اعرف ان ده ماضي الكلام ده على put على قط على اي حاجة الفعل الاول والتاني زي بعض تمام التصريف الاول والتاني زي بعض طيب ليه بقى لان احنا عارفين ان في المدارة انا بزود على الفعل اس مع المفرد بزود على الفعل اس ايه مع المفرد فدي حاجة كده خليها في دماغك دايما فريز معناها تجمد فروز فروزن رايز روز رايزن طبعا ايه معناها تشرك الشمس بتشرك نكمل دارك عكسها لايت دارك معناها غامق او ظلمة عكسها لايت فاتح او ضوء كلاودي معناها ان فيه سحب كتير في السماء كلير معناها ان السماء صافية ما فيش اي حاجة زي مثلا فصل الصيف كده كوريكتلي معناها بطريقة صحيحة ان كوريكتلي معناها بطريقة غير صحيحة ان معناها مميزات معناها عيوب وز معناها بي وز اوت معناها بدون ابيير معناها يظهر اما معناها يختفي نيجي لحروف الجر اد نقط انتو يضيف حاجة فيه داخل ايه حاجة تانية ووتر والسالت يعني مية بملح بروتكت فروم يحمي من اد نقط تو يعني يضيف نقط الى يضيف السكر الى الشاي مثلا معناها في درجة حرارة منخافضة يعني يحمي ضد يعني يصب حاجة فيه داخل حاجة تانية نفس الفكرة اولد بتاعت هنا بتاعت اد انتو معناها استمر دي طبعا بتقولها لحد ايه لما تحب تشجعه يعني استمر معناها تلت فنجان تلت الفنجان ستير نقط انتو نقط يعني مثلا بيقلب السكر في الشاي ستاي اوت اوف يعني يبقى بعيدا عنه يبقى بعيدا عنه عندنا بقى اللانجوش عندنا فيه حاجات مهمة جدا زي مثلا دو دي دو ان اكسبرمنت دو اكسرسايز دي مهمة جدا 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 اهم حاجة عندنا في المستطيل اللي عندنا ده هي اول واحدة دو ان اكسبرمنت يكون بعمل تجربة دو اكسرسايز يؤدي التمارين بلايا جيم او سبورت سهلة جيف انستركشنز جيف انرجي يعطي طاقة او تعليمات سهلة بيرني روسكن يحرق جلدك ستارت فايرز يبدأ او يشهر حرائك ستاي وارم يفقى دافئ وير سان كريم يعني وير هنا مش يلبس مش يلبس واق الشمس لا يضع كريم ايه كريم واق الشمس طبعا انتوا عردين ان النكacey بير PER 题 ايت سفعة باقها يا شعور باي سفة دي بنقولها لما يكون فيه شيء ممتع شيء جميل جدا او شيء ايه شيء عندنا بقى كلمات فيها شبه من بعض زى مثلا كلمة experiment دي معاناها تجربة علمية يعني تجربة بتعمل في المعمل معمل العلوم مثلا أما experience دي خبرة لكن في الحياة خبرة في تجربة في الحياة Background سير معناها يقلب بتقلب مسلا السكر جوا الشاي أما ستار طبعا دي معناها نجمة أو نجمة بور معناها يصب أما بور برضو هنا بمعنى فقير هنا بس أو هنا أو أو فل معناها يملأ أما فل معناها مملوء مملوء أما هنا يملأ تمام عندنا لانجودش نوتس عندنا اتنين أول واحدة كيب بيجي وراها الفير بلاس آي انجي نعرف عشان دي مهمة جدا كيب بيجي وراها الفير بلاس آي انجي كيب آدينج كيب بلاينج كيب موفينج وهكذا كيب الفعل بيجي وراها بلاس آي انجي يعني هنلاقينا في الاختيارات كده كيب نقاط ومدينا فعلة في المصدر تول مصدر فيرب آي انجي فعلة في المدارة ناخد الفير باينجي هنا عندنا بقى وان ادفانتج أو وان ديس ادفانتج أوف نقاط إزت يعني ايه يعني من إحدى مميزات أو من إحدى عيوب فلان الفلاني او الشيء المعين هو انه هو انه مثلا عندنا المثال بيقول ايه one advantage of the internet يعني من احدى مزايا الانترنت ما له بقى is that انه هو بيكون it can save time انه هو ايه انه هو بيحفظ الوقت خلي بالك انه بعد ذات بيجي جملة كاملة الجملة كاملة دي عبارة عن فاعل وبعد كده ايه وبعد كده فاعل وبعد كده تكملة الجملة بقى ايان يكون تكملة الجملة دي كانت ايه هنا هيجي الشيء اللي احنا بنتكلم عنه سواء شخص او شيء عندنا هنا تدريب صغير كده هسيبه لكم تحلوه تكتبوه تكتبوه في التعليقات شايفين keep do one advantage of my phone طب يا مصر ما يدي سليمي لا هي فيها غلطة جملة يراها بس كلها كده وهتهارة في الغلطة please pour more water فقير بعض المية لا طبعا حاجة تانية شبيهها لها تعالوا ما نكمل ونشوف الليسننج اللي معنا تيتشر هنا بيقول now we are going to do an experiment with water and salt هنعمل تجربة بالمية والملح first pour some water into two plastic cups همدين كوبايتين بلاستيك هنصب فيهم المية fill the cups to about half way يعني هنملاقهم كده لحد النص تقريبا now add some salt to one of the cups هنحط الملح في واحدة منهم stir the salt into the water with a spoon هنجيب معلقة ونقلب الملح اللي هو ايه في الكوباية فالولد هنا قال له do you mean like this تقصد يا مستر زي كده زي ما انا بعمل هنا كده في الصورة دي water being stirred يعني بيزبون اللي هو الحتة دي كده فالمدرس قال له good أيوه مظبوط كده as you stir the salt it will disappear طول ما انت بتقلب كده الملح هيختي فيه are you following me دي بنقولها لما تكون عايز تقول له واحد فاهم تمام متابعني كده الجملة دي معاناها كده ايه ان انت شغال معي الدنيا واضحة وهكذا قال له yes i can't see it at all انا مش شايف فعلا اي ملح المدرس قال keep adding ادي هنا keep ودي verb plus ing keep adding more salt until it doesn't disappear anymore يعني اقعد حط ملح الحد ما يكون مش بيدوب بقى تاني يعني الملح هيكون ايه خلاص زيادة عن الطاقة بقى الموجود do you understand دي قطة ايمين انتو فاهمين انا بقول لكم ايه طبعا الحاجات اللي بالاسويت دي كلها اللي هنتكلم عنها في نهاية الفيديو you will need quite a lot of salt about a third of a cup حوالي تلت الكوباية من الملح now but both cups in the freezer for three hours هنحط الكوبايتين الكوباية اللي فيها ملح والكوباية اللي مفهاش ملح كوباية اللي with salt والكوباية اللي without salt with يعني بملح اما وزاوت اللي هي بدون ملح تعالوا ما نكمل ونشوفين اللي يحصل اوكي تمام let's see what happened to the water in H cup بعد الثلاث ساعات ما عدوا هنطلع بقى هنفتح التلاجة او الفريزر اوه ونطلع الكوبايتين only one cup of water has become ice في كوباية واحدة بس من الكوبايتين اصبحت تلج كوباية اصبحت تلج the other cup hasn't changed at all الكوباية التانية ما تغيرتش وما زالت مية زي ما هي فالمدارس هنا بيقول ايه is added to water عشان لما بنحط الملح في المية دي تجربة طبعا جميلة جدا it doesn't freeze at the same temperature يعني لما بنحط الملح في المية ونقلبه كده ويكون في ملح برضو في الكوباية الملح ايه بيخلي المية دي ما تتجمدش فيه نفس الدرجة الحرارة بتاعت المية العادية water result in it المية اللي فيها ملح has to be much colder to freezer مافوض تكون ساقعة جدا جدا عن كمان ايه عن to freeze ساقعة جدا جدا عشان تتجمد the clear to you الكلام ده واضح بالنسبة لكم الولد قال yes i see what you mean انا فاهم انت بتقوله حكت اللي بالاسود دي كلها نحتاجة كمان شوية can i just check that i have understood correctly ممكن اقولك بس انا فهمت كويس ولا لا that why the sea isn't usually frozen even in the winter هو ده السبب اللي بيخلي البحر ما بيتجمدش خاصة في فصل ايه او حتى في فصل الشتة because the water contains salt لان المية فيها ملح المدرس قال له that's right ايوه الكلام بتاعك مظبوط الولد قال له i understand انا فهمت how interesting ايه من شيء ايه من شيء ايه شايك دلوقتي عندنا اخر جزء اللي بيكلم على language functions واللي مركز معي في الكتعة اللي قرنوها هيقدر ان هو يعرف ان هنتكلم على ايه هنتكلم على ان الشخص اللي قدامي هل هو فاهم ولا مش فاهم checking that someone has understood عايز اعرف انت دلوقتي فهمتوا الكلام اللي انا بقوله ولا لا فاقولك do you understand what i mean يعني انت فاهم انا بقصد ايه do you understand what i mean انت فاهم انا بقصد ايه او are you following me are you following me يعني ايه هل تتطبعني يعني انت فاهم معي ماشي معي مظبوط بقولك مثلا خطوات فبقولك هيا واقع منك اي حاجة وهكذا بعد كده بقول مثلا is this clear to you هل ده واضح بالنسبالك هل الشيء ده واضح بالنسبالك ولا لا يبقى دي ثلاث طرق بشوف الشخص اللي قدام يفهم ولا لا طيب عايز بقى اعرف ان انت فهمت checking that you have understood يعني انت هتقولي انا فهمت يا مستر فهتقولي ايه do you mean هل تقصد كذا يعني هل تقصد كذا كذا فاعرف انت فهمت وقول لا لا can i just check that i have understood correctly ممكن بس اقولك يعني هتأكد ان انا فهمت بشكل صحيح ولا لا طيب لو انت بقى خلاص فهمت مية في المية فهتقولي بقى ان انت فهمت فهتقولي ايه يا ما تقولي i see او i understand او i understand what you mean او i see what you mean الحاجات دي كلها ايه تنفع معنا بكده بنكون خلصنا الدرس بتاعنا النهاردة وخلصنا معاها unit 16 بالكامل اتمنى الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون تدريبات الدرس التالت والرابع انتظروه ولو عجبكم الفيديو اتمنى تسيبوا لايك وتعملوا شير عشان يوصل لباقي زمائلكم لو لسه مش مشترك في القناة اتمنى تشترك معنا واشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته